استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول صناعة التعهيد في مصر أوضح تقرير أن مصر تعد واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود كما أشرت تقرير إلى أنه خلال عام المالي 2022-2023 بلغت القيمة المضافة لقطع تكنولوجيا المعلومات في مصر 275.5 مليار جنيه مقارنة بـ 209.5 مليار جنيه للعام المالي 2021-2022 من نسبة النمو تصل إلى 31.5% ترجمة نانسي قنقر